أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أكد أن تمكين الشباب وبناء قدراتهم وإكسابهم المزيد من الخبرات بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل يمثل أولوية للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بما يتوافق مع الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في تعزيز مشاركة الشباب وتمكينهم وأشار سموه إلى الاهتمام الكبير من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وليل عهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالشباب البحريني ووضعه ضمن أولويات العمل الوطني للاستثمار في الطاقات الشبابية جاء ذلك في تصريح لسموه بمناسبة قرب انطلاق فعاليات مدينة شباب 2030 في نسختها الثالثة عشر والتي تنظمها وزارة شؤون الشباب بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي صندوق العمل تمكين التي ستنطلق في الـ 21 من شهر يوليو بمركز البحرين العالمي للمعارضة وقال سموه نعد شبابنا للمستقبل منذ الآن ونسعى دوما لتوفير الأدوات اللازمة التي تمكنهم من مواصلة مسيرة النجاح وتعتبر مدينة شباب 2030 واحدة من أهم المبادرات التي تهيئ الشباب للمستقبل وتابع سموه إنه ومنذ انطلاق مدينة شباب 2030 فإن مخرجاتها تحكي قصص نجاح هذه المبادرة الرائدة التي ساهمت في تخريج أفواج متعاقبة من الشباب البحريني ووجه سمو الشيخ ناصر بن حمد الدعوة للشباب البحريني من أجل الاستثمار الأمثل للفرص التدريبية التي توفرها مدينة شباب 2030 التي صممت بعناية تامة للمساهمة في تنمية الكوادر والكفاءات الشبابية الوطنية ودفع عجلة الابتكار والريادة